مساء الثروة والمغفرة مرحبا بكم في منهج ومالك في رمضانك خمسة عشر ألف وستمائة كيلو جرام نفقة النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته ماذا أنفق عليهم في حياته وماذا أنفق بعد وفاته ما هي مسؤولية الرجل؟ هل هي المال أم التربية؟ كيف يمكن أن نفهم ما نسمعه عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبيته؟ فهل كان حقا ينفق على زوجاته أم كان بيت فقر وفاقه؟ تعالوا اليوم نتحدث في موضوع ممتع ورائع وربما البعض يسمعه لأول مرة إغناء النبي لزوجاته فهيا بنا نبدأ لو نتساعد لو بنبادر لو نتعمل بمشاعر خطو بتصفي بالآخر منهج خلي التسامح مبدأنا والتغيير بيبدأ منهج بتصير الأخلاق عنا منهج 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 للخير منهج إيمان منهج للغير ولكل إنسان منهج أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه الحلقة رائعة جدا وممتعة جدا وأرجو من الجميع أن يتابع معي هذه التفاصيل التي كما ذكرت ربما نسمعها لأول مرة ما هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن لو أردنا أن نرسم صورة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش؟ كيف كانت زوجات النبي تأكلنا وتشربنا وتعشنا في تلك البيوت التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان للنبي بيت أم بيوت؟ تعالوا نقف وقفات هامدة جدا حول إنفاق النبي عليه الصلاة والسلام وإغنائه لزوجاته وهذا ببحث يعني أرجو أن نتكل على معلوماته لأنه نتج عن دراسة جامعية أمضيت فيها يعني سنوات طويلة فالمعلومات موثقة بإذن الله عز وجل وهي كما سنرى من القرآن وصحيح البخاري الله عز وجل عندما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذن القوام شطران شطر التربية وشطر المال لذلك الرجل الذي يكتفي فقط في موضوع التربية هو لم يأخذ القوام بتمامها والمال وحده لا يكفي لا بد من الأمرين معا طيب كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الآية؟ هل كان فعلا هو الذي ينفق على بيوته وعلى بيوت أزواجه؟ هو الذي كان جوادا وكان أكثر ما يكون في رمضان وهو الذي علمنا خيركم خيركم لأهله يعني عندما اليوم نسمع أن هذا الإنسان غني وكريم أولا نسأله هل أنت كريم على أهلك؟ هل خيرك إلى أهلك؟ ثم نسأل عن كرمه إلى الآخرين فهذه الخيرية هي معيار الكرم عند رسول الله طيب ماذا عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا مباشرة إلى الآية 53 من سورة الأحزام التي تبين لنا بجلاء وبوضوح تام كيف كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مطعما وملاذا لكل جائع وملاذا لكل من يحتاج إلى أي متاع يذكر لنا الله عز وجل سورة بيت النبي والناس الذين يتجمعون حوله يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمن لا تدخلوا بيوت النبي الآن الله يعني هو الذي يخبرنا أن نبي له بيوت وليس بيت واحد لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام يعني لاحظوا الآن المشهد الذي يصوره القرآن أن الناس يقبلون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتزاحمون على أبواب بيوته فينزل الله عز وجل تنظيما لدخول الناس إلى بيت النبي طيب ندخل إلى بيت النبي ماذا نفعل هل ندخل لنأخذ الدروس أم أن الدروس في المسجد الآن داخلين لنأكل عند بيت النبي هل بيت النبي يوجد طعام هل زوجات النبي عندهم طعام القرآن يصرح بذلك بكل وضوح يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه أي منتظرين نجه يعني انتظروا كي ينضجوا الطعام كانت يعني فيما سبق القدور قليلة وكانت توضع على الأحجار ويقعد تحتها نار الطعام يحتاجوا إلى وقت يعني مثال مع الفارق الشديد جدا عندما الرر الآن تزاحم على مطعم مشهور ترى أن هناك من ينظم الدور الآن هناك أمر إلهي إلى الصحابة الواقفين على أبواب بيوت النبي عليه الصلاة والسلام أي انتظروا لا تدخلوا جميعا البيوت لا تتسع انتظروا كي تدخلوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعلوا؟ الآن فإذا دعيتم فادخلوا تدعون إلى الطعام بعد الدخول ما الذي سيحدث؟ فإذا طعنتم فانتشروا الآن من زحمة المكان ليس الوقت وقت لأخذ الدروس الوقت الآن لإطعام الناس الذين يتوافدون على بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس كانوا زهاء ثلاثمائة فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني الآن مو داخل أنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضهم ولهذا نزلت الآية يدخلوا يأكل ويريدوا أن يتحدث مع النبي النبي الآن عنده ضيوف كثر يريدوا أن يطعمهم وليس الآن وقت وقت أحاديث لكن من عادة النبي ومن حيائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه لا يرد من يسأله فأنزل الله قرآنا يعلمهم ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق طيب إذن صار واضحا أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام مطعما وملاذا للجائعين إذا كان يطعم الآخرين نعود إلى حلقتنا إذن كيف يطعم زوجاته؟ هل كنا يعيشنا في شظف العيش والفقر والفاقة؟ لأننا نتحدث عن قرآن والبحث طويل جدا وهناك إثباتات هائلة ومن سيتابع معنا الحلقة للفاصل سيعلم حجم إنفاق النبي على زوجاته الإنفاق الخاص والإنفاق حتى بعد الوفاة أيضا تريد المتاع هؤلاء الزوجات هم أمهاتنا وأزواجه أمهاتكم يعني خديجة وعائشة وأم سلم هؤلاء أمهاتنا طيب ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا دققوا دققوا أرجوكم بعض الناس يعني لا يزال يحملوا فكرة أن بيت النبي بيت فقر وفاقة ولا يوجد فيه شيء لا طعام ولا شرب طيب الآن أتحدث عن قرآن أنا لا أتحدث الآن عن آراء ولا عن أحاديث ربما تكون ضعيفة الآن القرآن يقول وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا نسأل من؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن أمهاتنا يعني مزوجة رجل عادي أنا أتحدث معها هذه أمي وأمك وأم كل مسلم على وجه الأرض وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ وَالْفَاءُ فِي اللَّغَةِ لِلْفَورِيَّةِ وَالتَّعْقِيبِ يعني أنت مجرد ما احتجت لشيء أين ألجأ إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ وَلَكِن مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لُقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ إذن هذا هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجعل لكل زوجة من زوجاته من البداية لكل زوجة مهر اثنى عشر نشا ونصف يعني اثنى عشر أوقية ونصف من الذهب كان لكل زوجة من زوجاته وليمة العرس ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام أي زوجة من زوجاته من بيتها الخاص يعني الآن تروحوا على المدينة هناك حجرات كبيرة هي بمثابة بيت لكل زوجة من الزوجات فيها كل ما يجب أن يكون في هذا البيت هذه البيوت بين قوسين ملكهن النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته عطية تمليك كما قال جابر بسنده في كتاب الخصاف يتحدث بدقة أن كل بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام قد ملكها في حياته لذلك لم نسمع أنه جرى خلاف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حول بيوت النبي ولم يأتي من يطالب بقسمتها لأن النبي كان يهديها إذن اليوم بعض الناس بين قوسين كنت مرة في أمريكا وتحدث البعض عن تعدد زوجات النبي وكيف النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج كل هؤلاء النسوان قلت له الآن عندما يتزوج النبي يعطي لكل واحدة بيتها ويطعمها ويعطيها وينفق على مهرها وعلى ولائم عرسها وعلى إنفاقها السنوي كما سيأتي معنا إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم الرجل ونعم المسؤول عن هذا البيت بخلاف ما اليوم للأسف نشاهد بعض الرجال يعتني بجانب ويترك الجانب الآخر بين يدينا اليوم سؤال لهذه الحلقة السؤال يقول قوامة الرجل قوامة الرجل تعني مسؤوليته أولا المالية أو التربوية أو المالية والتربوية إذن قوامة الرجل تعني مسؤوليته المالية أو التربوية اثنين أو ثلاثة المالية والتربوية أرجو من الجميع المشاركة بقوة في هذه المصابقة ولعلك تفوز بجوائز كبيرة من مقدمة من قناة رؤية لذلك نعود إلى كلامنا اليوم عندما أتحدث عن الرجل وأتحدث عن إنفاقه نتحدث عن مسؤولية يتابع هذا الرجل من خلال ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت خصصه حتى لغير الحرائر من نسائه يعني النبي تزوج من الحرائر وتزوج من الإماء عندما تزوج ماريا القبطية جعل لها مسكنا خاصا في منطقة العوالي وهو ما يسمى اليوم بمشربة أم إبراهيم كان لها بيتها الخاص لذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته هؤلاء النسوة التي لواتي أخذهن من دورهن من آبائهن عاملهن بكرم لم يعاملهن بكما نسمع اليوم للأسف كم تعاني بعض النساء عندما تطالبوا بالنفقة عندما تطالبوا بزيادة الإنفاق على البيت كما ورد أن هندا اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني على سبيل المقارنة بين التعليم النبوي وبين ما كانوا عليهم من الجاهلية تأتي هند تقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك مسيك يعني شحيح وهذه الكلمة التي نتدولها رجل إيدو ماسكي هذه كلمة فصيحة رجل مسيك لا يعطيني النفق على نفسي وعلى أولادي فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إذن عندما نتحدث عن نفقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجواد الكريم يجب أن ندرك أن القرآن وضح لنا عظم كرم النبي عليه الصلاة والسلام فاصل قصير ونعود إليكم حياكم الله من جديد ونحن نتحدث في هذه الحلقة الخاصة عن إغناء النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته بينا كيف كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه القرآن كان يطعم كل الناس الآن نتحدث عن ملمح هام جداً هذه الزوجات كيف كان ينفق النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو من الرجال والنساء أن يستمعوا جيداً إلى هذه العلاقة الرائعة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يجعل مخصصات لزوجاته في حياته والأعجب بعد وفاته والأعجب أكثر إلى وفاتهن إذن عندنا ثلاث مراحل كم كان يوفق على زوجاته في حياته ثم بعد وفاته وإلى وفاتهن ماذا يعني ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج هؤلاء النسوة هؤلاء لهن وضع خاص تماماً لماذا؟ لأن زوجات النبي غير نساء الدنيا كلها لا يحل لهن أن يتزوجن بأحد لأنهم أمهات المؤمنين ولا يحل لهن الصدقة يعني اليوم يعني الواحد إذا توفاه الله زوجته ممكن تتزوج أو ممكن تأخذ منه تعمل أو تأخذ منه الصدقات أو أي شيء يعاني لكن زوجات النبي ممنوع أن تأخذ من مال الصدقة ومنوع أن يتزوج أحد يعني على سبيل المثال السيدة عائشة عاشت بعد النبي تسع واربعين عام ممنوع أن تتزوج ممنوع أن تأخذ الصدقة طيب من أين واردها المالي؟ من أين تعيش؟ هل ضمن لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم تركها هكذا على الإطلاق؟ لذلك عندما نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نبحث عن البعد المالي كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان ينفق على زوجاته؟ كيف كان يستضيف الناس؟ هل ينفق من جيبه أم من جيب الدولة؟ أو من جيب أصحابه؟ الآن تعالوا إلى هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري كتاب المزارعة يبين لنا بجلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أزواجه والحديث رواه سيدنا عمر كان يعطي أزواجه بشطر ما يخرج من خيبر وسنأتي على تفصيل ذلك كان يعطي كل زوجة من أزواجه ما أتوسق ثمانون وصقا من شعير ثمانون وصقا من تمر وعشرون وصقا من شعير الآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أراضي ما يغنمه النبي عليه الصلاة والسلام من عشرة مصادر دخل له منها موضوع الفيء والأنفال والغنائم كان له أرض وكان النبي عنده خمسة عشر أرض ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأمر جميع الصحابة أنشأ ما يسمى الوقف النبي هو أول من أنشأ الوقف في الإسلام ماذا يعني؟ يعني اليوم أنت عندك أرض أنت حتى تبقي ذريتك إلى يوم القيامة لا يحتاج أحد تقول هذه الأرض لآل فلان لكن لا يبيعونها هي وقف على هؤلاء يحبس أرضها ويسبل ثمرتها يعني أنتم تأكلون من ثمار هذه الأرض ازرعوا وحصدوا وكلوا من ثمار هذه الأرض لكن أصل الأرض لا يباع هذا ما يسمى بالحبس لذلك حتى في المغرب تسمى وزارة الأحباس أو وزارة الأوقاف إذن هذا هو الوقف أن توقف الأرض وتسبل الثمر طيب النبي حتى يضمن استمرارية في الإنفاق على زوجاته كما قلت اللواتي لهن وضع خاص وهذا مبدأ يمكن أن تفعله أنت اليوم حتى تبقي ذريتك إلى يوم القيامة يعيش في رخاء ودعاء ولا يحتاج أحد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد عندما أراد أن يتصدق بكل ماله فقال عليه الصلاة والسلام قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال والثلث كثير لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة عن الناس إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع هذه الأرض التي له لها ثمر الآن في عنا تمر وشعير وهذان الصنفان كان الأكثر في ذلك الزمان قال لأصحابه وجعله وقف جعل هناك عمال على الوقف من يعملون ويزرعون ثم وضع قانون قال ما تركت أي الذي تركت من هذه الأراضي بعد نفقة نسائي أول شيء بتعطي نسائي ومؤنة عاملي العمال الذين يعملون والثالث صدقة إذن ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة طيب ما هي نفقة نسائه خصصها جعل لكل زوجة من زوجاته سنويا هذا حصة راتب الشهري نفقة السنوية عند ضيوف عند ناس عند روحه في عند مال سنوي مخصص لها حتى لا تضطر أن تسأل فلان وتسأل فلان وكما قلت محرم عليها أكل مالي صدقة وقال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل آل محمد من هذا المال ما هو الوسق؟ الوسق هو عبارة عن 156 كيلو جرام أي حمل جمل يعني كل سنة بروح هذول العمال يأتون من هذه الأراضي من التمر والشعير ما يعادل مئة وسق الوسق كما قلنا هو حمل الجمل قدره العلماء 156 كيلو جرام هذا قيمة ما يحمله الجمل هذول ضرب مئة 15 طن و 600 كيلو جرام من التمر والشعير نفقة النبي عليه الصلاة والسلام على كل زوجة من زوجاته كما ورد في سنن أبي داود إذن هذا المعيار هو الذي جعل زوجات النبي عشنا بكرامة طيب هل بقي هل كان هذا فقط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أوصى من بعده أن يستمرنا في هذا فكان سيدنا أبو بكر هو قيم الوقف على أموال النبي عليه الصلاة والسلام التي هي صدقاته يعني بعض الناس يعرفوا إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة لا يورث المال لكن هناك أراضي تركها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام الأرض ممنوع أن توزع لكن الثمار وهذا ما أمر به النبي كل صحابة رسول الله عز وجل ما من أحد إلا وله حبس من الأحباس يعني يأتيه الأرض يقول هذه الأرض وقف على ذريتي وأما الثمر فيأكل منه أحفادي وأولادي الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما قلت جاء سيدنا عمر قال فخير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في أن يمضي لهن الأوساق أنه شرئك أعطيك من هدول لكن هذه كمية هائلة ماذا تفعل بها أو أشتري لكم بها ينابيع الماء أو أقطع لكم بها من الأراضي فاختارت عائشة وحفصة الماء والأرض إذن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لزوجات هذه الحياة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طيب كيف يعيشنا هؤلاء هذا باعتبار أنه وقف وهذا ملمح اقتصادي هائل جدا اليوم الدول الكبرى هي التي تجعل جزءا من ثروتها من باب الوقف ليستمر العطاء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأراضي وقفا على زوجاته عاشت بعده زوجاته إلى وفاتهن وهن يأكل من مال أزواجهن مجموع السنوات التي عشنا زوجات النبي بعد وفاته 317 عام والبحث منشور اكتبوا أموال النبي عليه الصلاة والسلام دكتور عبد الفتاح السمان تجد تفصيلات هائلة ورائعة عن انفاق النبي على زوجاته وخاصة بعد وفاتهن إذن صار واضحا أن مسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام كانت من لحظة دفع المهر والكسوى والطعام الجيد والبيت الذي ملكه ثم ضمن لها حياة كريمة إلى وفاتهم في ملمح ربما يكون جد غريب عن كثير من الذين يزعمون أنهم يحملون القوى ومسؤولية تجاه الرجل تجدها المرأة في الإسلام إضافة بسيطة جدا بعض الناس يقول يعني يحسب أن النبي كان إنما يعيش على مال زوجته خديجة وهذا يعني فيه مجانبة للصواب دعوني أقول بهذه العبارة وهناك من لعب على هذا الموضوع ونشروا كتب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان رجل يعيش على مال زوجته وهي اللي أطعمته والتي أغنته الصواب خلاف ذلك على لسان السيدة خديجة الطاهرة المطهرة عندما نزل الوحي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى إلى السيدة خديجة فقالت له السيدة خديجة وهنا يعني إشارة بسيطة لا أحد يعرف الرجل قدر زوجته الزوجة هي التي تعرف هل هذا الرجل كريم أو غير كريم ينفق أو لا ينفق عندما عاد لم يكن يعني لم تعرف أنه صار نبيا تقول تحدثه كزوج فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا الآن ننظر إلى خمس صفات مالية زوجة تصف زوجها لو كان النبي في هذه اللحظة فقير أو يعيش على مائدة السيدة خديجة ويأخذ من أموالها لكانت قالت له والله لا يخزيك تعال أنا أعطيك وأنا أكسوك وأنا أطعمك كما قال هؤلاء أن خديجة هي التي أطعمته الفطير وألبسته الحرير قالت له خمس صفات مالية والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم هذه كل الصفات مالية تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق من ماله الخاص لذلك يجب أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب ونعلم أنه كان يغني زوجاته لأنه كان نعم الرجل ونعم القوام في بيته أسأل الله أن تكون هذه الحلقة ماتعة وتفتح لنا آفاق النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المالية مجددا الآن مع الحديث الديني نستضيف اليوم فضيلة الدكتور فادي الربابعة يحدثنا عن موضوع غاية في الأهمية في رمضان وهو موضوع الدعاء فإلى الدكتور فادي مشكورا غير مأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن فتح لهم باب الدعاء وباب طلب الإعانة والتوفيق والحاجات من الله فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم أي أطلبوا الهداية مني واطلبوا حاجاتكم مني يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ثم يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي هذا من عظم رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان وإن الإيمان وإن الدعاء يدل على صدق وكمال إيمان العبد وسلامة عقيدته لأن الإنسان عندما يدعو الله عز وجل فهو بذلك يؤمن ويقر ويعترف بأسماء الله الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودلالة الدعاء على صدق وسلامة عقيدة وإيمان العبد أنه يؤمن ويقر بالصفات الواجبة لله تعالى فهو يؤمن بأن الله سميع وأن الله بصير وأنه قريب وأنه مجيب الدعاء كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وعندما يدعو الإنسان المسلم ربه سبحانه وتعالى فهو بذلك أيضا يقر ويؤمن بأنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله كما قال الله سبحانه وتعالى وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فهناك ارتباط بين الدعاء وبين العقيدة وبين الإيمان فالإنسان الذي يدعو ربه يعلم أنه عاجز وأن الله قوي يعلم أنه فقير إلى رحمة الله وأن الله قوي وغني يجيب الدعاء وإن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن الله سبحانه وتعالى نقل لنا وقص علينا جزءا من حياة الأنبياء مع الدعاء فأغلب الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل كانوا يدعون الله ويطلبون من الله فنبي الله إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل للبيت الحرام وأهله أن يرزقهم من الثمرات وزكريا عليه السلام طلب من الله تعالى الولد قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ويعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف شك أمره إلى الله فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأيوب عليه السلام لما أصابه المرض ولما ابتلاه الله عز وجل بفقد ماله وأبنائه وولده توجه إلى الله فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكانت الإجابة من الله عز وجل للأنبياء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيها الإخوة الكرام إن الدعاء يرد القضاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا على سؤال قد يطرح من أي إنسان يقول أنا أدعو الله فلا يستجاب لي لا تتحقق دعوتي نقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن صاحب الدعاء وإن الذي يتضرع ويدعو الله لن يحرم ثمرة وفضل وثواب دعائه فيعطيه الله إحدى ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له بدعوته فيستجيب له ما طلب وإما أن يدخرها له في الآخر إلى يوم القيامة يثيبه عليها ويعطيه ثوابها والثالثة وبها نعمة خفية يتنعم بها الإنسان وهو لا يشعر قال الثالثة وإما أن يصرف بها عنه السوء مثلها قال الصحابة إذن يا رسول الله نكثر أي نكثر من الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر والسيدة عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إن البلاء لينزل وإن الدعاء وفيتلقاه الدعاء فيتعالجان أي يتصارعان إلى يوم القيامة فالدعاء ينفع كما قال صلى الله عليه وسلم مما نزل ومما لم ينزل فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المباركة بالدعاء والتضرع إلى الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء والضر عن بلادنا وعن جميع البشرية وفي الختام أتقدم بالشكر لأخي فضيلة الدكتور عبد الفتاح ولقناة رؤيا على هذه الاستضافة والحمد لله رب العالمين شكراً فضيلة الدكتور فادي ربابع على ما أفاض من علمه وخاصة في موضوع الدعاء الذي هو مخ العبادة كما ذكر ومن جميل الدعاء أن نكرر في هذه الأيام ونحن جميعاً بحاجة إلى الثراء والحياة الهانئة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كم هو جميل أن يعيش المسلم كما أمر الله عز وجل يدعو الله ويكد ويتعب وهو يرجو من الله عز وجل العطاء والثراء كما تعلمنا من سيدنا رسول الله الذي كان يكرم بيته ويكرم أهله وكم جميل عندما يكرمك الله بالمال والثروة أن تسعى في البداية إلى أهلك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله آمل من الله أن تكون هذه الحلقة من منهج هي عبارة عن رسالة ماتعة تعلمنا فيها إغناء النبي لزوجاته وسمعنا من فضيلة الدكتور عن أهمية الدعاء لعلها تكون وجبة طيبة هانئة قبل وجبة الإفطار لو نتساعد لو بنبادر لو نتعمل بمشاة